دبلوماسيون عرب وبرلمانيون موريتانيون وبعض أفراد الجالية المغربية في موريتانيا تابعوا مباراة المنتخب المغربي في قاعة حجزتها السفارة المغربية بنواكشوت وبأمل كبير تفاعلت هذه الجماهير مع كل محاولات المنتخب المغربي التي ظلت مستمرة حتى نهاية اللقاء نهن المنتخب المغربي والشعب المغربي ونهن الشعب الموريتاني وعموم شعوب أفريقيا والعالم العربي منتخب على هذه المرحلة التي وصلها المنتخب المغربي أول مرة منتخب أفريقي يصل إلى دور نصف نهاي وكان أداء بطولي أنا ما أعتبره أنه انتصار بالرغم من عدد الإصابات وغياب لاعبين مهمين في تشكيلة الرقراغي وتأخره في النتيجة مع بداية المباراة كفح المنتخب المغربي للعودة في النتيجة واستحود على الكرة في أغلب الأحيان مهدداً لشباك الخصم جينا خرصنا الماتش الحمد لله وكان في المستوى ولعبوا ما بخلوا شي مساكين ورغم عنهم صحتهم ما هي متحملة ياسر من الجهد يغار ما بخلوا شي والحمد لله وصلوا المستوى عالي وفخورين بهم وهم مفخرة لدولتنا المغربية صحيح خسرنا المباراة ولكن ربحنا محبة الجميع محبة كل العرب وهذا المرتبة اللي وصلنا لها مرتبة جد مشرفة اللي ان شاء الله نتمنى وانا في مباراة يوم السبت يعني يفوزوا بها باش نكونوا من ثلاثة الأوائل هذا صراحة فخر لنا كمغاربة فخر للعرب فخر للأفارق خسارة وسود الأطلس في نصف نهاية كأس العالم حولتها هذه الجماهير إلى نجاح للاحتفال بالروح القتالية التي تميز بها المنتخب المغربي الذي وصل المربع الذهبي بجدارة كأول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذه المرحلة اشتركوا في القناة